هو أبو علوم الصواريخ وصاحب المساهمات الكبيرة في علومها ومجالات استكشاف الفضاء خلال الثلاثينيات والسبعينيات من القرن الماضي وهو أحد العلماء الرئيسيين الذين طوروا صاروخ سارين فيي الذي أسهم بمهمة أبولو 11 إلى القمر في يوليو عام 1969 لكن هذا هو الجانب المشرق من حياته فثم تجانب مظلم جعل من فيرنر براون عالما خائنا فما قصته؟ ولد فيرنر بون براون في ألمانيا عام 1912 وكان والده البارون ماغنوس بون براون وزيرا للزراعة بجمهورية بايمار بأوائل الثلاثينيات ما جعل طفولته برجوازية كما شوف باستكشاف الفضاء فامتلك تيليسكوبا وهو في الرابعة عشرة فقط قبل أن ينضم إلى جمعية الصواريخ الألمانية في عام 1929 ويعمل تحت إمرة رائد الفضاء هيرمان أوبرت في أواخر عام 1932 التحق براون بالجيش الألماني ضمن برامج تطوير صواريخ تعمل بالوقود السائل وحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء ثم انضم للحزب النازي في عام 1937 ليصبح بعدها بثلاثة أعوام ضابطا بقوات الأمن الخاصة أثناء عمله مع النازيين أصبح براون معروفا بكونه قائد فريق الصواريخ الذي طور صاروخا V2 المستخدم في الحرب العالمية الثانية ومع ذلك تعرض براون للاعتقال من قبل الجستابو بتهمة الانهزامية في مارس من عام 1944 وسجن لمدة أسبوعين حتى أطلق هتلر صراحه لمواصلة عمله العلمي عندما انهارت ألمانيا النازية في ربيع عام 1945 شنت القوة الخاصة النازية حملة على العلماء والمهندسين الألمان لقتلهم وتدمير سجلاتهم خوفا من وقوعها بيد العلفاء فأفسد براون جميع الوثائق المتعلقة ببرنامج الصواريخ وأغفى الوثائق التي يحتاجها حيث تمكن من استعادتها لاحقا ثم لجأ مع طاقمه إلى الجيش الأمريكي في الثاني من مايو عام 1945 خلال بضعة أشهر كان براون وشقيقه الأصغر ماغنوس وفريق تطوير الصواريخ الألماني بموقع اختبار سلاح الذخائر التابع للجيش الأمريكي في نيو ميكسيكو حيث قاموا باختبارات على صواريخ فيتو أس كجزء من مشروع بروجيكت بيبر كليب وللاستفادة من خبرتهم بهزيمة اليابان وفي النضال ضد الشيوعية في عام 1954 قام الاتحاد السوفيتي بإطلاق القمر الصناعي سبوتنيك وان في الرابع من أكتوبر عام 1957 ثم إطلاق سبوتنيك 2 في الثالث من نوفمبر فمنح براون ومجموعته الإذن للعمل على إطلاق أول قمر صناعي أمريكي إكسبلورر وان في الحادي والثلاثين من يناير عام 1958 بعدها نقل براون مع فريقه البحثي لوكالة ناسا حيث طور صاروخ ساترون 5 الذي كان لاحقا جزءا من نجاح مهمة إطلاق مركبة أبولو 11 إلى القمر في يوليو عام 1969 ولكن في عام 1970 طلبت منه الوكالة الانتقال إلى واشنطن لأسباب اللوجستية إلى أن تقاعد بعد ذلك بعامين ليبدأ عملا جديدا كنائب لرئيس شركة الطيران فيرشايلد اندستريز كما أسس المعهد الوطني للفضاء بعد بضع سنوات بهدف كسب الدعم العام للأنشطة الفضائية تم تكريم براون من الوكالات الحكومية والجمعيات الأمريكية ودول أخرى قبل وفاته في عام 1977 بسبب السرطان لكن اسمه بقي مكتوبا في سجلات التاريخ الحربي كعالم سلاح يدين له النازيون والعلفاء في آن واحد